شارك عدد من رواد الأعمال البحرينيين في فعاليات مهرجان البحرين السنوي للتراث بنسخته الثامنة والعشرين بعنوان تراثنا ذهبي والذي مزج بين الماضي والحاضر من خلال العديد من الفعاليات المصاحبة رواد الأعمال البحرينيون حارصوا على المشاركة في هذا المهرجان بمقتنيات عصرية ذات صبغة تراثية حدث وطني حيوي يسعى للمحافظة على الهوية الثقافية والوطنية من خلال برامجه المتنوعة وفعالياته المبتكرة والقادرة على إبراز تمييز التراث البحريني والتعريف بثقافته والحفاظ على موروثاته وتناقلها جيلا بعد جيل وذلك بما يقدمه من منتجات عصرية ذات صبغة تراثية تطرحها الهيئة وتندرج تحت علامة صنع في البحرين علامة صنع في البحرين أطلقتها هيئة البحرين ثقافة والآثار في ديسمبر من 2020 أن تكون هوية للمنتج الحرفي البحريني اليدوي المطور المعاصر المميز في تحت مظلة صنع في البحرين أحنا نقوم بتطوير المنتجات الحرفية مثل ما تعرفين المنتجات التقليدية كان لها استخدامات في وقت معين وفي أسباب معينة حاليا نقوم بتطوير هذه المنتجات استخدامات معاصرة تصاميم معاصرة بحيث تتماشى ومتطلبات العصر بحيث تتماشى مع الذائقة العامة للناس والحمد لله قدرنا من خلال هذه التجربة أن ندمج عناصر الحداثة مع عناصر التقليدية في منتج بحريني مصنوع يدويا رواد الأعمال للبحرينيين حرصوا على وضع بصمة تراثية بامتياز من خلال عرض مجموعة من المقتنيات التراثية التي تم تصميمها بإسلوب عصري ليتناسب مع متطلبات العصر الحالي ولكن بصبغة بحرينية تراثية نحن نسوي نقشات قديمة نعطيها الناس نرويها الناس بطريقة يديدة طريقة يسمونها موردن نفس الشباب عشان نشوفونها يقولون أن هذه نفسنا نحن بس قديم حلو شي يديد فإحنا يريدنا كشي مو بقديم ولا أنه يديد وهو بس أنه ديزاينت انتحت نقشات قديمة تقرين تبينها تحطينها وهو يعني كأيديد وإحنا نحن نسويهم ومتطرزهم لدي مثل المنتجات لدي العطورات فمزاجت العطورات الشعبية مثل عندي عطر المشموم عطر الشلبان أمزجة مع عطورات اللي هي الفرنسية فعبارة مزاجت الغديم بالحاضر عبارة عشان يواقب الجيل الحالي مهرجان التراث السنوي هو بوابة عبور إلى ذلك الزمن الجميل يقدم من خلاله محتوى ثقافي متميز بأقسام القرية التراثية بما تتضمنه من محلات الذهب والحرفيين المشاركين بالإضافة إلى الإنتاج الخاص الذي يطرحه رواد الأعمال فضلا عن الفعاليات المصاحبة للمهرجان لتسعد الحضور وتعرفهم بمكنونات تراث البحريني تجربة بحرينية ثقافية تراثية تأخذ الجمهور إلى ذلك الزمن الجميل ليعيشوا لحظات جميلة لا تنسى من خلال العروض التقليدية بالإضافة إلى معارضة متميزة يقوم عليها رواد الأعمال البحرينيين يقدمون من خلالها منتجات محلية الصنع جمعت بين الماضي والحاضر في مواصفاتها خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين